بعد انتصارات العرب المسلمين في عدة معارك مهمة في بلاد الشام قرر هيرقل ان يقوم بعملية انتقامية كبرى فنظم حملة كبيرة تتألف من مجموعات عسكرية من الروس والسلافي والفرنجة والروم واليونان والجيورجيين والارمن والعرب النصارى وقسمت الحملة خمسة جيوش ضخمة كان قادتها ماهان ملك ارمينيا وقناطير وغريغوري وديرجان وجبلة بن الايهم زعيم العرب الغساسنة حيث يتحرك جيش قناطير على طول السحر الغربي حتى دمشق ويسير جبلة من حماتة الى حمس باتجاه الجنوب ويتبعه جيش ديرجان قادما من حلب ويتقدم جيش غريغوري من الشمال الشرقي باتجاه حمس ويبقى جيش ماهان كجيش احتياطي فكان القرار الحكيم انسحاب جميع جيوش المسلمين نحو الجنوب تجنبا لمواجهات منفردة مع جيوش الروم وهكذا تجمعت جيوش المسلمين في وادي اليرموك حيث اتقت هناك جيوش هرقل البالغ تعدادها 150 الف مقاتل وبدأ الطرفان الاستعداد للمعركة الفاصلة وهي المعركة الكبرى التي وقعت بين جيوش المسلمين وجيوش هرون ترجمة نانسي قنقر 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 نريد اميركم لنجتمع به اتبعوني ترجمة نانسي قنقر هل توصلتم الى اتفاق؟ ترجمة نانسي قنقر خالد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اران نبدا لجومه يا سيدي المترجم للقناة 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 وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد فقم بأمرهم الذي يحق عليك ولا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة ولا تنزلهم منزلا قبل أن تعلمها ولا تبع سرية إلا في جماعة كبيرة من الناس وقد أبلا تنزل المترجم للقناة فاغدت بصير منزلهم منترجم للقناة منترجم للقناة منترجم للقناة لا تنزلهم منترجم للقناة منترجم للقناة منترجم للقناة هل من أخبار جديدة يا أبا عبيدة لا 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 توجد أخبار أنا القائد كريغوري فليخرز إلي قائدكم دعوا لي يا خالد بل أنا من سيخرج إلي هتسمح لي أيها القائد عليك بي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة